دعم للمهاجرين شمال سوريا أطلقت منظمات فلسطينية بالتعاون مع منظمات محلية حملة الكرامة تاسعة المقدمة من مدن وبلدات فلسطين 48 الحملة تضم 21 شاحنة محملة ب350 طن من مواد التدفئة إضافة إلى 100 طن من الطحين و 1500 مدفأة وتجهيزات لوجستية للخيام الحملة ستوزع خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها مخيمات المهاجرين شمال سوريا حيث ستوزع المساعدات على المناطق الأكثر احتياجا في مناطق في فيح حلبة وإدلب وضمن صور تلفزيون سوريا ولاية هاتاي جنوبية تركيا